اشتركوا في القناة وقف مشجعا يهتف باسم ناديه ولا خيار إلا الفوز أما رئيس تفرقزين فاكتفى بالجلوس وكأنه يريد الرد على أرضية الملعب انطلق اللقاء بقيادة حكم صارم لا يجامل يدعى حمد ولمحمد قليلة هي اللقاءات التي تخلو من بطاقاته الحمراء لكنه اليوم اكتفى باللون الأصفر كبدل الأحمر المعهود لديه دائما ربما يعود ذلك لقوة اللقاء وتأزمه بين الطرفين هي دقائق قليلة تحصل العميد فيها على ضربة جزاء نفذها المهاجم بيقيل بنجاح رافعا رصيده إلى 14 هدفا مبتعدا بذلك عن أقرب الملاحقين له المدرجات هذا المساء لا تخلو من الهتاف باسم العميد الكسر في كل دقيقة تمر من زمن اللقاء وصل تفرق زين بعد ذلك بحثه عن هدف التعادل حتى تحصل على ضربة حرة نفذها لعب الوسط يعقوب دينا بنجاح وأودعها في شباك حارسه السابق سليمان جلو معلنا عن بداية لمشوار قادم لكن البديل وارزق أفسد الفرح من خلال عمل فرضي قام به أسفر عن هدف ثاني للعميد الكسر فاشتعلت المدرجات معه وفي ربع الساعة الأخير من اللقاء عاد لعب الوسط يعقوب دينا وزار الشباكة من جديد فتنفس الفرنسي أنريك ماريس عداء بذلك بعد دقائق عاشها على أحر من الجمر وأسدل الستار على موقعة شغلت الأوساط الرياضية قبل انطلاقها وشغلتهم أيضا حتى بعد صافرة نهاية هذا اللقاء